طيب عشان الطلبة اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وحابين ان هم يبقوا جزء من هذه المنحة حابين حاجة تشرحي مرة تانية كده بالتفصيل عن مميزات الطالب او الطالب اللي هتختاروه عشان يتقدم لهذه المنحة انا النهاردة في سنوية عامة او ستام او مدرسة تجريبي اقدر ازاي اقدم لهذه المنحة بقدم ازاي مبدئيا وايه اللي انا محتاج يكون عندي عشان اكون مؤهل لهذه المنحة تمام استمارة التقديم متاحة على صفحة وزارة التعليم العالي ومتاحة برضو على صفحات الجامعة الامريكية وفي مجموعة من الاسئلة اللي بنسميها الاسئلة الاكثر شيوعا احنا على مدار الخمس سنين اللي فاتت في خبرة بقى ايوا بالضبط كده في خبرة فبقنا بنحط كل الاسئلة اللي ممكن تيجي على ذهن الطالب اولي الامر فبحيث ان هم يقدروا يلاقوا الاجوبة للاسئلة دي هو احنا محتاج ايه محتاج ان هو يقدم قبل يوم 31 مايو فاحنا الوقت ازف خلاص ازف جدا ومن ناحية تانية محتاج ان الطالب طبعا زي ما كنت بقول ان هو يكون عنده بعض من الانشطة التي تخدم المجتمع لان احنا في الاخر عايزين نبني قاضة زي ايه زي مثلا يكون عمل نشاط تطوعي مثلا في القرية بتاعته او في المدينة بتاعته في المدرسة فيه نوع من انواع ان هو يكون عنده مهارات من القيادة حتى على مستوى الفصل في المدرسة بس يكون فيه ما يثبت يعني تفوقه في الناحية دي من الجوائز او ما شابه من ذلك وكمان مهم جدا ان الطالب يبص على الاوراق المطلوبة لان شهادة القيد مثلا في سنوي لمدة ثلاث سنوي عام او حكومي او تجريبي دي ورقة مهمة جدا لازم يتم اصدارها من جهة حكومية فدي حاجة مهمة مفردات مرتب الولي الامر او البطاقة الضربية او لو كان اعمال حرة يعني كيفما كان بس ما يفيد دخل الاسرة عشان يثبت ان هو يعني غير قادر على الدفع بالظبط كده بالظبط كده فيثبت ان هو مستحق بالدرجة الاولى وبعد ما بتطلع نتيجة السنوية العامة بيبعت لنا بيان الدرجات بتاعه احنا عادة بناخد في حدود 85% في مجموعة السنوية العامة باستثناء زراعة وتمريد ممكن بناخد اقل من كده يعني على حسب كمان المتوسط بتاع السنة لان طبعا في سنين بيكون المجموع مثلا عالي زيادة في سنين بيكون المجموع متدني نوعا ما فبناخد المتوسط من خلال ابحاث بنعملها وقت من النتيجة بتطلع فبنحدد المجموع بس يعني على مدار الخمسة سنين اللي فاتوا كنا بناخد ما بين 80% ل85% واحنا السنة دي حققين 85% وبيجيب الورق ده ويرفعوا بس على الصفحة التعليم العينة وفي شركة نيوتن الخدمات التعليمية هي الجهة المنوطة بتعريف بالمنحة فصفحتها متاحة في ايميل برضو للاستفسارات وفي تليفون موجود لاستفسارات على الصفحة دي فالحقيقة انا بدعو الطلبة اللي لسه مقدموش احنا عندنا عدد لبقسة به يقدم يعني بس اللي لسه مقدمش للفرصة دي يعني يشتغل عليها بأسرع وقت ممكن لان الاخر معادل التقديم زي ما كنت بقول حضرت 31 والحقيقة احنا برضو يعني في تعاون وصيق مع مجموعة من الوزارات ووزارة التعليم العالي بتقود هذا التعاون من خلال وزارة التربية والتعليم فبيتم النشر على صفحات وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الاجتماعي وايضا وزارة الشباب والرياضة ففيه جهود كثيرة جدا من الحكومة على اساس ان المنحة توصل لاكبر قدر ممكن من الطلبة واحنا وعملنا ندوات تعريفية اونلاين وبرة ونزلنا المحافظات كثيرة ومتعددة بالذات بنحاول دائما نروح لمحافظات البعيدة ومحافظات الصعيد اللي ممكن تكون المعلومات مش وصلة بالقدر الكافي لانها المنحة لكن فيها نمازج تستحق انها تصل على هذه المنحة طيب هو شرط ان يكون لسه حاصل على شهات السنوية العامة تكون حديثة ولا ممكن يكون دخل كلية مثلا ويتقدم لهذه المنحة لانه حتى الاولاد في السنة ده وهما خارجين من السنة العامة بقاش عندهم علم كافي بالتخاصصات اللي حضرك ذكرتها